اشتركوا في القناة من اجل هذا كان هناك العديد من القرارات اللي بيتم اتخاذها من اجل تشجيع الصادرات وارادات من القرارات الاخيرة اللي بالفعل تم اصدارها هو الغاء الدولار الجمركي في مصر ما تأثير هذا القرار على حركة الاستيراد والتصدير وهل بالفعل هيكون لي اثر على الاقتصاد المصري في الفترة الحالية واذا كان ما هو هذا الاسر وازاي بيستفيد منه اكبر قطاع من المجتمع المصري خاصة القائمين بعملية الاستيراد والتصدير في مصر ده هيكون موضوعي مع حضراتكم النهاردة لمعرفة نتائج وتبعية هذه القرارات على الاقتصاد المصري هنشوف نتابع مع حضراتكم هذا التقرير بعد التقرير مباشرة نعود لفتح هذا الملف اعلنت وزارة المالية مؤخرا الغاء الدولار الجمركي اعتبارا من اول سبتمبر الجاري والتعامل باسعار صرف العملات الاجنبية المعلنة من البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الوردات من الخارج بكافة انواعها ترى الحكومة ممثلة في وزارة المالية ان الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي تم التخلص منها ومع استقرار اسعار العملات الاجنبية المعلنة من البنك المركزي وتقاربها مع اسعار الدولار الجمركي فلن يتم العمل بالدولار الجمركي مرة اخرى الدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي يطلق على الدولار الذي يتم استيراد السلع من الخارج على اساس سعره وكان يتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضاء المستوردة ومن ثم حساب الرسوم الجمركية عليها بناء على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية اما سعر الدولار في البنوك فهو سعر العملة الامريكية امام الجنيه ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن ان يتغير سعره في اليوم اكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وزي ما قلنا عايزين نعرف تأثير الغاء الدولار الجمركي في مصر على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد المصري اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني النهاردة في استوديو الاقتصاد والناسب ارحب بدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية اهلا بك منورنا دكتور عبد المنعم خليني في البداية اقول الدولار الجمركي هذا المصطلح اللي ربما الكثير يعني بيتسائل هو الدولار الجمركي بيختلف عن الدولار العادي اللي بيتم استخدامه فيه الاسواق عادة ولا يعني هو هو بس ده مصطلح خاص بالجمارك هو طبعا الكلام ده هيبقى عارفه اكتر اللي بيتعامل في الجمارك سواء كان المستوديين او المصدرين الدولار الجمركي ده مصطلح بيطلق على التعامل اللي بيتم داخل الدائرة الجمركية لما انا باجي استوض اي سلعة باجي اتحسب عليها طبعا باجيبها من الخاج بفتوى من اجنبية مثلا وليكن بضع قمتها مليون دولار لما بيجي حاسبني رسوم جمركية او بيحاسبني ضريبة فات كما مضافة او ضريبة خاصة من المنبع او مصاريف اللي على الرسالة الجمركية بيحاسبني على سعر تحويل المليون دولار ده على سعر تحويل الدولار الجمركي الاصل في الموضوع ان الدولار الجمركي هو الدولار البنكي يعني كنا في الغاية 2013 تقريبا او 2013 كان الدولار اللي بيتم المحاسبة عليه داخل الدائرة الجمركية هو سعر الدولار داخل البنوك لكن نتيجة انه كان فيه في مصر السوقين للأسعار وثم بدأت بعد كده بتاريخ تعويم الجنين مصر مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 فكان فيه جاب ما بين اصبح يعني اقول سعر الصرف في مصر كان لسه ما فيه اضطرابات نوعا ما فوصل سعر الصرف على 18 جنيه اللي هو السعر السابت واللي كان معلم فيه البنك المكال والبنوك اللي بيتم التعامل معه لما كان في هذه الحالة بدأت الحكومة او وضارة المالية اللي هي بتحط الموازنة قالت والله عشان اعمل استقار داخل السوق المصري اعمل سعر استثنائي فحطت كان سعر استثنائي بيتم تعديله شهويا او كل شهوين اه كان في حدود 17 جنيه او 17 جنيه او ما بدأ انا 17 جنيه بين قرش ثم رسل 17 ثم 16 ونص لغاية موصلنا لغاية 16 جنيه سعر الدولار بيتم المحاسبة عليه في الجماري في الجماري بعيدا عن سعر الدولار يعني الدولار الجمهوري ده مصطلح مش كويمة يعني كويمة بيتم تحوي عليها امش كده اه 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 psychologist اه اوه ده سعر جدول استرشاري بيتم المحاسبة الجمهوري عليه يعني بقدر رسم الجمهوري الدرائب على هذا السعر بيتحدده وزارة المالية لأن في الآخر مصلحة الجمالك تخضع أو قطاع أو جزء من وظاوة المالية فبدأ التعامل ب16 جنيه النهاردة الزرف الاستثنائي انتهى أولا عندنا استقار في سعر الصرف بشكل كبير جدا وصلنا أن الدولار في الأسواق أو في سوق الصرف عمتا في مصر انخفض من 18 جنيه إلى النهاردة بنتكلم في 16 جنيه ونصف تقريبا حوالي جنيه ونصف حوالي أكثر من 8.5% انخفاض أصبح في استقار فيه معروض منه كتير وأصبح الطلب على الدولار أقل من المعروض فأصبح فيه نقول الثبات في الأسعار داخل الأسواق فوظاوة المالية لقيت أن الزرف الحالي أنا النهاردة مش محتاجة أحط الزرف استثنائي أوجع للقواعد الموجودة قبل كده يعني ما فعلته وظاوة المالية ليس بجديد هي رجعت الموضوع لقواعده الأصلية اللي هو ما كنا عليه حتى 2011 اللي هو كان السعر الدولار لما أجب أطلع شحنة من الجمارك بيجي المخلص الجماركي بيحسبني أو الموضوع بتاع الجمارك بيقول لي والله الشحنة دي بمليون عايبقى نضغر في سعر تحويل البنك المركزي أو سعر تحويل البنك الأحيان وليست هناك سعر دولاري خاص بالجمارك الوحدة لا بقى سعر الدولار الجماركي أو سعر الدولاري طبعا من واحدة تسعة بقى أصبح التعامل رجعنا للقواعدة الأسية أنه يصبح في حدود اللي هو السعر والسعر الموجود معلن في البنوك ذلك البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الحكومي طبعا هل ده يعني متبع مع كافة الدول بشكل عام؟ طبعا هل الدولة اللي بتحدد سعر الجمارك الخاصة بيها بالنسب الخاصة بيها بالعملة اللي هتتعامل طبعا معروف أن الدولار هو العملة السائدة بشكل أو بآخر ولكن تغيير قيمة أو سباب قيمة الدولار الجمركي في أي دول من الدول بتتعامل بهذا النظام؟ الأصل أنه أولا بساعديني ما بين حكتين ما بين رسوم جمعكية دي نسبة بتتاخذ على الشحنة اللي بيتم استواردها من الخارج ولكن بقيمة دولارية الجمركية بقيمة دولارية تحولية يعني بيحطها والله الشحنة دي الشحن دي جايما أكيد أنا دوانا في دولة في أفغانستان في الجزائر بستوارد من الخارج فبستوارد بإما بالدولار أو بالمعامل الدولار ومسلا باليين الياباني بيبقى فيه سعر فباخد الصفقة أو الرسالة بتاعت اللي أنا استواردها من الخارج دي الرسوم الجمعكية بيتم حسابها وفقا للسعر ده مضروف في سعر الصرف الخاص بالدولار أو خاص بالعملة اللي طلع بيها اليونيت أو الشحنة دي تمام كده؟ ده الأصل وفي مصر كنا كده بس ما تم تغييره هو أننا كان عندنا سعرين سعر بيتم التداول داخل السوق وكان السعر متزبزب يعني إحنا لو افتقرنا من يوم 3 نوفمبر 2016 أول ما تم تحير السعر الصرف كان 13 جنيه الدولار ثم زاد 15 ثم زاد 20 ثم انخفض لـ 18 فكان ما فيش استقرار في سعر الصرف عادنا الكام ده 6 شهور 7 شهور بعد كده سبتنا على 17 جنيه 40 أرش أو 60 أرش وبدأ النهار ده يتناقص فالظرف الأسناء انتهى منه لكن خلينا نقول إنه ما يتم حاليا أو ما تم وضعه أو من القرار اللي طلع من وضعه المالية هو إرجاع الموضوع لنصابه الأساسي تمام اللي هو إن أنا تعامل ده اللي قلنا به في مصر يعني سؤالي هل لا كل دول العالم بيتم التعامل إن سعر الصرف داخل الدائرة الجمهورية هو سعر الصرف داخل البنوك الخاصة إذن إحنا عدنا لما يتم اتباعه وفقا لكافة الدول وما كنا نقوم به قبل ذلك قبل الزبط قبل الاضطرابات والفاترها دي بالزبط كان فيها مشكلة هنا يعني أنا عايزة أسأل برضو حضرتك عن تأثير ده يعني نهاردة الدولار بيخضع لزيادة والانخفاض بشكل أو بآخر هنا ممكن حد يتساءل طب لو الدولار عالي هل ده هيؤثر على حركة الاستراض والتصدير طب الدولار لو قلي هل ده هيكون لي الأثر الإيجابي كيف يمكن يعني تقييم الوضع من ناحية التصدير والاستراض في ظل وجود الدولار العادي بقى أو السعر العادي اللي بيحدده البنك المركزي الدولار الجمهورية إحنا دولار اللي قلنا هيبقى ناشي إحنا خلاص ما بقاش عندنا بقى دولار جمهورية لا وفيه الجمهورية بس هو يساوي الدولار العادي يعني مفيش جاعي أن أنا أسميه دولار جمروكي هو متسمى داخل الدايا الجمهوركي ولكن لا يختلف عن الدولار العادي الفوق ما بين الدولار الجمهوركي حاليا وما بين الوضع الحالي اللي إحنا كنا من قبل 1-9 لغتيهم 31-8 كان الدولار في الدايا الجمهوركي بتحسب على 16 جنيه خارج الدايا الجمهوركي كان ب16 جنيه 50 قرش أو 16 جنيه 6 قرش لما رجعنا بقى للوضع الأساسي والطبيعي لفأي دول العالم ما كنا عليه فأصبح الفرق 50-60 قرش الفرق ده يمثل إحوالها 4% فما لوجه تأثير على اتفاع أسعار السلع اللي هيتم استرادها من الخارج يعني ما يفعش المسترد يجي يقوله والله أن البضاعة بتاعت اللي كنت بابعها ب1000 جنيه لأنها بابعها ب1000 ومتين جنيه عشان فيه دولار جمهوركي تغيير والسعر يزاد فيما بين كنا 16 بقى 16 جنيه بين قرش ليه؟ لأن رسومه أولا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم المنبع اللي بيتم أخذهم من فداية الجمهوركية دول رصيد موجود لصالح المستوقد فدي كده كده مش فلوسي ولا فلوس يعني دي فلوس الراجل نفسه اللي استوض الشحن طب يبقى الفرق إيه في الرسوم الجمهوركية الفرق في الرسوم الجمهوركية لا يزيد عن 2% أو 1.5% تقريبا من إجمال الصفقة فما لوجه تأثير قوي على سعر السوق فأولا أن يكون هناك تأثير سلبي على زيادة الأسعار نتيجة سابات السعر الدولار الداخل الدائرة الجمهوركية مساوة لخارجها أعتقد أنه لا ينبغي لأي تاجر أو مستوى أن يزود الأسعار طبقا لقالية زيادة الأسعار الجمهوركية ده ما يجب أن يكون ده ما يجب أن يكون وأعتقد إحنا نهاردة جربنا بأن أيام من بداية هذا القرار أعتقد أنه ما فيش تأثير واضح لها لسبب لأن حتى معظم الأسعار أو معظم السلع اللي بيتم استراضها من الخارج السوق النهاردة في مصر يعني نقول إيه فيه نوع من أنواع ركود نوعا ما فالمستوى أو التاجر مش هيقدر يزود الأسعار عشان ما يطلعش بره المنافسة ما يطلعش بره الخط اللي هو التداول السلع والحراك اللي داخل السوق المصري نوعية السلع يعني دايما في الفترة الأخيرة بيتم تصنيف السلع سلع أساسية سلع ترفيهية وخلافه بتتساوى في التعامل مع بعضها في الجمارك اللي كنا بنجو احنا قلنا الدلور الجمارك ده بيفق في حاجة واحدة بس لو رسوم الجماركية أنا عندي سلع أساسية معفاة يعني الزيت لما بنستوى ده من الخارج معفاة من الجمارك اللحوم معفاة من الجمارك الأسماء نفس الكلام معزمة من المنتجات الغذائية اللي هي الحاجات الأساسية لكن احتياجات المواطن بالضبط لكن بنتكلم على إيه لو هستوى حاجة أجهزة كهربائية لا هيفرق لو هستوى أجهزة إلكترونية كمبيوترات وما إلى ذلك لو هستوى سيارات هتفرق تمام بس هتفرق بنسبة بسيطة جدا ضئيلة جدا أنا في السيارات لما تعمل الدراسة بتاعتها لن يزيد أكتر من 0.02% يعني 2 من 10% يعني ما يزودش في العربية أكتر من 5-6 أف جنيه 10 أف جنيه في سعر سوء أو في سعر مكسب بيكسبوا التاجر أو المستوى للسيارات أو الوكيل أعتقد أن رقم ده قلال جدا ما يأثرش على سعر اليونت أو الوحدة العربية الموجودة فمعظم السلعة الأسسية أصلا أو نقول المعافاة من الرسوم الجمهورية فما لاش علاقة بقى الدولار بقى ب20 دولار بقى ب16 بقى ب2 جنيه مش فرقة معا اللي بدخلها داخل مصر بدون الرسوم الجمهورية اللي هيفرق معايا بعض السلعة التانية زي؟ زي هن قلنا جداقة عربائية أسياس مفرشات السلعة اللي كان عليها رسوم جمهورية بلذب اللي كان عليها رسوم جمهورية ولن تتأثر بقيمة كبيرة خالص نهائية فبما لا يدعو للألاء أن أسعارها هتزيد نتيجة الاختلاف في بالعكس أنا النهاردة لأن أنا وحد السعر الجمهورية والدولار الجمهورية أخليه وفقا لألية السوق أولا أنا دوة مفروض أنه ده يساعدني على حماية الصناعة الوطنية لأن أنا النهاردة كنت بستوض حاجات من خارج خلي بقى في حاجة إحنا أصلا المكونات السلعية السمالية اللي بيتم استخدامها في إنتاج السلع بتبقى معفاة من جمالك أو بتدفع 2% من قيمة الرسوم الجمهورية لو تقضى على قانون للأستثمار الجديد فكده كده برضو مش متأسرة تأسير قوي أو يكاد يكون تأسير صفر لكن خلينا أقول لحضرتك أنه النهاردة لما يكون عندنا استراد من الخارج لبعض السلع بسعر أقل أو بالدولار جمهوركي أقل من السعر الرسمي أنا كده بأسر بالسلب على الصناعة المحلية لو عندي صناعة محلية هيجيلي الجزء الخارجي هيبقى بسعر أقل يعني الفوق ما بين الدولار جمهوركي اللي كان موجود يعني وما بين الدولار داخل السوق كأن الدولة المصرية بتدعم السلع اللي بتجي من الخارج بستين قرش على كل دولار فطبعا ده مش موجود في أي صناعة أو مش موجود في أي دولة احنا هده شفنا ترامب بيحارب الصين عشان السلع اللي بتخش الصينية داخل الدقرات المتحدة الأمريكية وبيغير في السياسات الجمهوركية وضريبية الخاصة مصر لم تغير مصر رجعت للقواعد الأساسية وده بيدي برضه طمأنينة للمتعامل والمستسمى أن الدولة النهاردة بتشهد نوع من أنواع الاستقرار السياسات النقدية وعلى مستوى السعر الصرف لأنه ما كان للدولة ثواء كانت الوظاوة المالية المتحكمة في المواضنة العامة أو البنك المكاذي يوافق أنه يتم التغيير أو يتم الثبات ورجوع القواعد الأساسة إلا إذا كان هناك رؤية واضحة تماما أن هناك استقرار في سعر الصرف خلال الفترة القادمة وأن الفوء أو الجاب ما بين الدولار الجموكي اللي كان موجود وما بين سعر وداخل السوق بينكمش ويقل ليوصل للأتنين متساوين كما كان على ذكر الدول الأخرى بشكل كبير أصبح هناك نوع من المعاملة أو التعامل بالعملات الأخرى غير الدولار يعني دلوقتي عملة الصين عملة اليابان عملة التحديد بالليوغ بالزبط هنا ده هيكون لي أثر زي على سعر الدولار في هل هيأثر بشكل أو بآخر على تداول أو كمية الدولارات الداخل للسوق لأ أنت حاجة نتكلم على تداول داخل السوق المصري ولا تداول في السلع جاية من الخارج في السلع جاية من الخارج أو لأ سوق المصري تجي ملاش مشكلة داخل لأ برضو ما فيش أي تأثير لأنه كله بيجي على معامل واحد على بساويه بالدولار بشوف فوق السعر لما بنقول سعر الصرف بالنسبة للدولار جموكي هو مش الدولار بس الدولار جموكي عشان هو أشهر أو 70-80% من السلع اللي بتجي من الخارج بتقوم بالدولار لكن وفي تعملات طبعا باليورو باليين بالقوان الصيني يعني كان قبل كده الصين بترغب في أن التعامل يكون بعملتها الصيني هل هنا النهاردة أنا لما هيبقى فيه نوع من التبادل التجاري أو الاستراد الخاص من الصين مثلا هيتم التعامل الصيني ولا هيتم برضو التحويل لقيمة العملة الصينية بما يتناسب فهمت حضرت أنا بس إحنا إحنا مش هزين نخلط ما بين حكتين الدولار الجموكي ده لحساب ضريبة أو الرسوم الجموكية اللي بتأخذ على السلعة تمام السلعة بقى تيجي بالقوان الصيني تيجي باليين الياباني تيجي بال ما ليش علاقة أنا مش هختلف دي بقى علاقة ما بين دولة الصين أو ما بين الغافة التجاوية وما بين هنا المصر يقولوا والله أنا هستود منك بكام ونت صدى بكام ونعمل صفقة تبادلية بالعملات المحلية الهدف من السؤال هنا هل ده هيتيح لنا في مصر هنا التعامل مع كافة هذه العملات بما يتيح زيادة كمية التبادل التجاري بين هذه الدول هل ده هيبقى نوع من التحفيز اليوم ولا ده مجرد إجراء بتقوم بي الدولة المصرية وتقوم بعد ذلك بتحويل هذه العملات إلى ربما عملة مصرية أو دولار أمريكي أو كما يتراء لها لا طبعا إن أنا أتعامل أو يكون هناك سعر صرف واحد ما يكونش فيه حاجة اسمها دولار جمهوركي ونرجع للقواعد الأسسية ده هيشجع أي المستثمر إن يدخل الدولة المصرية بشكل كبير لأنه خلاص عارف كان الأول كان عندي سوقين لسعر الصرف إنه هذا ما عنديش خارج الدايرة الجمهوركية وأيضا في الدايرة الجمهوركية في ثبات في المبدأ لأن أنا عندي سلع ممكن تخش بسعر دولار جمهوركي كان مقفض وسلع تانية معفية ذا المنتجات الغذائية فكان عامل دروب بالضبط فكان عامل دروب عندي النهاردة رجعنا للقواعد ده هيشجع ده يقول حضرتك هيشجع لي صناعة محلية هتنمو بشكل أكبر هيشجع لي المستثمر الأجنبي يخش بشكل أكبر لأنه خاص السوق بقى فيه نوع من أنواع الثبات هيذود لي حجم أو حركة السلع الرأس مالية الألات والمعدات والمكينات اللي ممكن تخش كزيادة للمنتج اللي بيتم تجميعه أو تصنيعه داخل الدولة المصرية فبالعكس أنا شايف أن هو فوائده أو المكاسب الخاصة به أكبر بكثير من الخسائر أو من نقول العوامل السلبية بتاعته العوامل السلبية إيجابياته أكتر طبعا العوامل السلبية هي بتتمثل الخوف أو التخوف من زيادة أسعار بعض السلع داخل الدولة المصرية نتيجة زيادة أو وجوع للدولار الجموكي طبعا أنا عايز أسأل سؤال هو النهاردة الدولار الجموكي لما كان 16 والنهاردة الدولار في السوق 16 جنيه 60 أو 16 جنيه ونص النهاردة لو نظر عن 15 كان الناس برضو هتتمسك بالدولار الجموكي ولا هتقول لا أرجعوه بقى لغاية 15 ونص أو 15 سبعين قرش يعني ده المصالح الاقتصادية طبعا فهو وجوده هو ده الصح ودول العالم كلها بتحرك في السياسة واحدة إن أنا أصب بحاجة في إنقين مختلفين ده خطأ يعني في الاقتصاد لو لما كان عندنا السبات عنصر السبات من العنصر لما كان عندنا في البنوك الدولار بـ 8 جنيه 88 وكان خارج السوق المصر 13 جنيه و15 جنيه و16 جنيه كنا بنعاني إنه ما فيش أي مستسمع لخش الدولة كنا بنعاني من وجود أكتر من سعر صرف كنا بنعاني من يعني مرتزقة والمداربات اللي بتتم على العملة طيب خليني برضو أعرف ردود الأفعال يعني مهم جدا إن العاملين في هذا القطاع هم الأقدر أيضا عن التعبير عن وجهات النظر المختلفة التي يجب أخذها في الاعتبار ردود الأفعال بعد هذا القرار وخاصة بقى شعبة المصدرين والمستوردين وخلافه وهم الأكثر يعني تعاملا مع هذه القطاعات يعني ما تم اللي اطلع عليه حتى في الجراد والمراقعة الرسمية إن الغرف التجارية وشعبة المصدرين بالعكس رحبوا بهذا القرار قالوا والله إنه ده هيميل إلى ثبات سعر الصرف داخل الدولة المصرية بشكل كبير هيساعد المصدرين إنه يصدر بضاعة أفضل بشكل جيد هيساعد المستورد نفسه إنه يكون حاسب التكلفة والكلفة الخاصة به على سعر معين وسعر واحد وثابت فده هيشجع حتى في أو ثبات طريقة الاستراد من الخارج ما يكونش فيها نقول حاجة تفاضلية خلي باك برضو إحنا عندنا نقطة زي ما قلت الحراكة التأثير هنا هيبقى محدود في حاجتين أولا أنا عندي سلعة كتيرة جدا قلنا سلعة استهلاكية وسلعة غزائية بيتم أعفاءها من الرسوم الجمهورية فما لاش علاقة بما يطلق عليه الدولار الجمهوري عندنا سلعة رأس مليئة ألات ومعدات ومكونات سلعية بتخش في إنتاج برضو معفاة من الرسوم الجمهورية أو بتدفع 2% فقط من قيمة الرسم الجمهوري عند بعض الاتفاقيات التفاضلية اللي موقعتها مصر ما بين مصر وبين دول الاتحاد الأوروبي بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية بين مصر وبين دول الخليج بين مصر وأفاقية فدي نتجة عنها أن الرسوم الجمهورية يقوم بيتبقى ملغاة أو بيتم دفع نسبة معينة من قيمة الرسم الجمهوري فالتأثير في السلع يكاد يكون لكافة القطاعات لكافة القطاعات لا فيش قطاع وهناك يعني ما شفناش أو لم يعني نرى في مراقع الرسمية اللي بتؤكد سواء كان شعبة المصدرين أو المستردين أو الغواف التجاري المصرية أنها كان هناك غضب من هذا القرار بالعكس رحبت بي وقالت دعاو ده لاستقرار وبالعكس ده دينا أمل في حاجة أن الدولة عندها يقين وعندها رؤية أن هناك انخفاض قادم في سعر الدولار مقابل جنيه المصر هل ده نقدر نقول أنه يعني ربما تتبعه قرارات أخرى خاصة بعملية التصدير أو الاستراد ولا ده بيندرج كقرار منفرد خاص ب مواجهة الجنيه للدولار ليس إلا لا أعتقد أنه أولا هي دولة بالفعل بتأخذ إجراءات لزيادة حجم الصادرات المصرية أنها ده الصادرات المصرية في حدود 26.5 مليار دولار كان هناك اجتماع مع مجلس الوزر برئاسة المهندس مصطفى المدبولي أنه يكون هناك خطة وتم وضعها أن يكون زيادة الصادرات المصرية لتصل لـ 50 مليار دولار خلال 3 سنوات قادمة بإذن الله فده أولا أنا أعتقد أنه هيأتي بنتائج إيجابية في الصناعة المحلية هيأتي بنتائج إيجابية في الصادرات المصرية هيأتي بنتيجة إيجابية في دخول استثمات أكتر للدولة المصرية وده اللي بنأمل فيه يعني في الفترة القادمة بإذن الله ده كان الهدف الأساسي من تحرير سعر الصرف أن أنا أشجع الصادرات وأحد من الوردات وساعد على النمو الاقتصادي في كافة المجالات دكتور عبد المنعم بشكر حررتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وإن شاء الله يكون فيه استمرارية لكافة القرارات اللي بتهدف إلى نمو الاقتصاد المصري ومواجهة أي يعني ارتفاعات في الأسعار بشكر حررتك مرة تانية فندم وبشكر كل اللي تابعونا النهاردة بكرة بإذن الله موضوع جديد ولقاء جديد مع الاقتصاد والناس بشكركم وإلى اللقاء